السلام عليكم أختي مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة دي لكم استفهام عام مؤخرا وصلوني بزاف دي الأسئلة اللي كتتعاود واللي كل شي تقريبا واللي كيعاني منها وهي النقاع المنتجات ولا تكدوز على الجاماريك فكيف ما كتشوفوا هدي بعض الأمثلة قدامكم للناس اللي تعطلت عليهم السلعات دي لهم ومن اللي قلبوا لقوا باللي دخلات للجاماريك وهنا بندم معرفش أشي دير فمثلا هاد الصديق توصل معايا على أساس هاد المشكل والجواب ديالي كان هو يتسنى شي امت بينما يرسلوا له السلعات دياله حيث مؤخرا ولا كل شي تقريبا كيدوز من الدوانة وهنا انت وزارك تقدر تدوز سلعات ديالك بلا ما تخلص ح التارية وتقدر تخلص عليها وهنا بعض المعايير اللي كان قول لكم دي ما اردوا لبلها باش تكون عندكم واحد من نسبة كبيرة أن هاد السلعات ديالكم ما تشد لكمش في الدوانة فأولا ما تاخدوش المنتجات للحجم ديالها كبير فمباشرة العميل من اللي كيشوف كارتونة كبيرة فارغا ديمشي افتحها باش يتأكد منها وبالتالي رغا تخلص مية في المية على هاد المنتج ديالك ثم الحاجة التانية اللي مهمة بزار كذلك هي السلعة ديال الحويج سراول تريكويات جاكيتات الى اخره فتجنبوا الاخوان هاد النوع من المنتجات لانه كيكونوا بينين بالحويج وكيف كتعرفون تما فمن بين الاسباب اللي خلها هاد الدوانة تخرج او اللي هاد الرسوم تفرض على هاد المنتجات اللي كنجيبوه من على بره هي هاد الحويج لانها كما كيقولوا اصحاب الجاماريك فهي قدر بالاقتصاد الوطني وبالتالي تجنبوا هاد الحويج اللي غاد شيروه من على بره لانه كون بنسبة كبيرة غاد تخلصوا عليها وماش هاد المشكل المشكل اكبر هو انه غاد قدروا تخلصوا عليها كتر من مية في المية من التمن الاصلي اللي خديته بها وهذا مثال حي قدامكم تخيل معايا اخي اختي تاخد تريكو بكوبون يعني اقل من خمسة درهم باش غاد يطاح عليك وتصدق ما خلص عليه كتر من خمسة وسبعين درهم كاللي غايقول لي شوف هادك التمن بلا كوبون روى اللي كيحددوا النسبة اللي غاد خلص عليه احنا غاد نديروا بها درتكم وغاد نشوفوا تمن ليه هو ستة فاصلة هاد وخمسين دولار يعني تقريبا خمسة وستين درهم وهنا را نخلص عليها خمسة وسبعين درهم يعني علاش غنخلص عليها كتر من مية في المية في حين ان الجامارك محددة كأعلى قيمة اللي تقدر تخلصوا المنتجات ديالكم مية ستين في المية يعني ضروري خاصة الناس المسؤولين يتدخلوا ويحلوا لنا هاد المشكل ولا يطبقوا القانون كيف ما هو وكان هنا واحد بشرة صارة اللي حبيت انني انشاركه معاكم اختي فهذا الخبر هو انه ابتداء ان شاء الله من شهر عشرة ستولد تخلص واحد نسبة في موقع عليكس بلا ما تزاد عليك حتى شي حاجة هنا في المغرب وبالتالي انت فاش كتبغي تاخد شي منتوج غادي تشوف التمن ديال المنتوج وغادي تشوف تمان ديال الشحن وغادي تشوف دكتاكس او الرسوم اللي تزاد عليك على هذا المنتوج إذا بدك تمن معقول ومسلكك يمكن لك تشري المنتوج ديالك وإذا بدك باللياد التمن لم تسلكك فما ستشريه وما ستصد عراسك من اللي يوصل المنتوج الهناية وهنا سنتقل النقطة الاخيرة والمهمة كذلك هي اختيار طريقة من هذا الطرق ديال الشحن اللي قدامكم باش تجنبوا شركة الشحن المعلومة وتوصلكم سلعتكم بدون اي رسوم هذه الطرق نتوع الشحن ديال جا شاركتها مع الأصدقاء اللي متابعين للقناة ولكن ما فيها بس هاي قدامكم دابا فأول شركة اللي هي سينياو سوبر ايكونومي غلوبال ثم سينياو سوبر ايكونومي فور سبيسيال ثم أليكسبرس سيليكسيون سوبر ايكونومي غلوبال ونضيفوا لها سانيو ايكونوميك اير مايل هادو ربعا ديال الشركات فكونوا على يقين إلا اخترتوهم ما غديش لكموند ديالكم تدوزل اي شركة نتعت النقل وبالتالي حتى شرسوم ما غدي تحسب عليكم او لا تضاف عليكم أما في حالة ممشيتي اختارتي هاد شركة اللي هي فيا اليكس بريس ستوندار شبين وكذلك إلا اختارتي سينياو ستوندار فور سبيسيال جود فكذلك غدي تشدلك مع سبيداف ولا معاشي شركة اخرى ديالت النقل ديالت الشحن وبالتالي غدتزد عليك شرسوم اضافية اخرى وكملاحظة فعديد من الأصدقاء ما كيقدرونش يفرقو بين هاد جوج منتوع الشركات سينياو سوبر ايكونومي غلوبال لكاتجيم الجانية وهاد سينياو ستوندار فور سبيسيال فهادي اللي كيكون فيها ستوندار فبعدوا منها لانها غديك مع الشركة منتعة الشحن اما هاد الاولى فهي غديك بوحدة وبالتالي ما غدتخلص عليها وهالو وهاد الصورة اللي قدامكم ديروا لها واحد السكرين وحطوها عندكم في الهاتف قبل ما تاخد اي كوموند حاول تختار وحدة من هاد الشركات اللي هادرنا عليها واختارها كطريقة انتعة الشحن في المنتوج اللي بيتي تشري باش تجنب هاد العراقيل وهاد المشاكيل والرسوم الاضافية اللي كتزد عليك الى دخل المنتوج ديالك للمغرب انتمنى تكون هاد النقطة فهمتها مزيان لانها من بين اهم النقاط في هاد الدرس هادا دبا غندوزو النقطة التانية في هاد الدرس وللعديد من الاصدقاء كذلك كيصادفوها خصوصا في هاد الفترة الاخيرة فبعض المرات كنبغيو ندوزو شي كوموند من عليكس برس وكنتفاجئو بلي الموقع قطع لنا الفلوس والكوموند ما داستش السبب الرئيسي في هاد المشكل هو ان الموقع مباشرة مليكس تشري منه كيتقطع لك من البنك لكن مليكس يدوز كيتريطا يعني كيتعالج الطلب ديالك ولكن الموقع كيلقى شي مشكل غالبا كيكون في السيستيم دياله وكيتعضر اكتمال هاد الطلبية وهنا كيكون الفلوس تقطعو ولكن طلبية مدازش فكونوا هانين خوتي الموقع غير جدعلكم الفلوس ديالكم اللي تقطعت من بين خمسة ايام حتى لعشرين يوم هاد شي لك انت عندك شي بانك بغريبي اما في حالة شريتي ببايونا فخالبا ما كتفوتش خمسة ايام وقبل ما انسالي هاد الفيديو فبغيت نضع واحد النقطة بالنسبة الاصدقاء اللي كيطلبوا مني ندخل لهم المجموعة نتاعت الواتساب الخاصة بعروض الشيراء الجماعي وكذلك بعض الهوتات والهمزات اللي كنحطم لكم يوميا في المجموعة فكيف كتعرفوا فالمجموعة اللي كتنشئ في الواتساب فمحددين الاعضاء ديالات قريبا في مئتين وعشرة يعني الى كانت المجموعة عمره في مئتين وعشرة انت وعن الناس فما يمكن لكش اخي تدخل المجموعة ولكن كيف كتعرفوا فرحنا عندنا مجموعة اخرى في تيليجرام وكذلك مجموعة اخرى او جروب في الفيسبوك فاللي بغى التحق بنا فما عليه سوى يدخل الوصفة للفيديو غتلقاوا الرابط ديال تيليجرام اللي هو هذا قدامكم وكذلك مجموعة ديالة الفيسبوك اللي كذلك هيا قدامكم ومباشرة من يدخلو المجموعة فلا بغى تستفد من ذلك العروض فدائما خويا حاول انه مباشرة من يبلغ العرض عجبك حاول تشري لان هذا العروض كيكون فيها واحد المدة اللي هي محددة وكذلك العرض كيكون محدد يعني العرض يقدر يكون فيه 24 ساعة تقدر تكون فيه 12 ساعة هاد الشي علاشي لا بلك شي منتوج يمكن لك دخلو وتاخذو وكذلك بنسبة الاصدقاء اللي كيعجبون شي منتوج وما كيقدروش يكملو العدد متاع الاشخاص باش يتفتح لهم شيراء هاد المنتوج في هاد المجموعة فما عليكم اخوتي سوى تصفطوا لي يا الرابط ديال المنتوج في الحساب ديالي في الواتساب ولا في تيليجرام انا كناخد هاداك المنتوج ديالك وكنعاود نعرضو في المجموعة نتعط الواتساب ومجموعة نتعط تيليجرام فكيني بزاف جال الاصدقاء اللي غدي عجبهم هاد المنتوج ديالك وغدي يدخلو بسرعة للمجموعة وبالتالي غدي تفتح وتقدر انك تشري المنتوج ديالك قبل ما يسلى العرض اذا اخوتي نتمنى نكون جاوبتكم على جميع الاسئلة واي مشكل واجهته ولا كان عندكم شي استفسار فحاولوا تحطو لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو سوف نجاوب كل تعليق على حدة وإذا اعجبكم اخوتي هاد الفيديو ديروا لي جيم بارتاجوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت هدية اول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى شكرا